متتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 128 من الدرس 30 الأسطوان القائمة والمشور القائم المساحة الجانبية والمساحة الكلية Le cylindre droit et le prism droit أكتشف وأتمرن أولا الشكل الجانب يمثل أسطوانة قائمة إذن هذا الشكل هذا فهو عبارة عن أسطوانة قائمة القاعدتان قرصان متقهيسا هذه القاعدة وهذه عبارة عن قرصان متقهيسا هذه القاعدة هذه قاعدة وهذه قاعدة فالقاعدتان قرصان متقهيسا طول القطعة الواصلة بين مركزين القاعدتان يسمى ارتفاع إذن هذه القطعة ما بين هذه القاعدة وهذه القاعدة والارتفاع يتسمى ارتفاع الشكل التالي يمثل نشرا للأسطوانة القائمة فهو النشر هذه الأسطوانة إذن حلنا هذه الأسطوانة أعطتنا هذا الشكل ولاحظوا النشر ثم ألون بالأخضر القاعدتين وأحسب قياس مساحة القاعدتين ثم ألون بالأخضر القاعدتين فقلنا هذا القرص مع هذا القرص وهذا مع هذا إذن هذه القاعدة وهذه القاعدة وهذه القاعدتين وأحسب قياس مساحة القاعدتين وغادي نحسب القياس مساحة القاعدتين إذن لما كان الإجابة ما غادي شيء فينا فحنا غادي نجاوب هذا السؤال الأول سؤال واحد فضل ورق إذن بعد ما لوونا القاعدتين غادي نحسب قياس مساحة القاعدتين نكتب هنا مساحة القاعدتين مساحة القاعدتين أس كتعني لا سغفاس ولا لا سيبرفيسي أس قلنا المساحة لا سغفاس ولا لا سيبرفيسي إذن مساحة القاعدتين فالقاعدتين كما قلنا عبارة عن قرصين إذن قرصين ومساحة القرص كما رأينا مساحة القرص هي 3.14 في الشعاع في الشعاع 3.14 في الشعاع في الشعاع اللي هي مدى 3.14 كم قياس شعاع بك اللاحظة هنا عندنا القطر أربعة إذن الشعاع هو نصف القطر إذن في إثنان سنتيمتر في إثنان سنتيمتر يساب إذن بك نحسبه فقط المساحة دي القاعدة وحدة حتى الأخير نضربه في جوج إذن 3.14 في إثنان في إثنان هي 3.14 في أربعة 3.14 في أربعة هي 12.6 طبيعة الحال سنتيمتر مربع هذه المساحة دي القاعدة واحدة يعني دي القرص واحد فقد نضربه في إثنان في إثنان في إثنان باش نحصله على القاعدتين بجوج إذن 12.56 سنتيمتر مربع في إثنان اللي هي 25 فاصلة 12 سنتيمتر مربع 25.12 سنتيمتر مربع اللي هي مساحة مساحة القاعدتين إذن كما قلنا مساحة القاعدتين 25 20 فاصلة 12 سنتيمتر مربع طريقة باش حسبناها هيا هذه إذن هذا الجواب دي السؤال واحد هذا هو السؤال واحد الجواب دياله سؤال الثاني ألون بالأزرق السطح الذي يمثل المساحة الجانبية فدي اللونه بالأزرق السطح اللي كيمتل المساحة الجانبية إذن فهذا النشر ديال الأسطوان القائمة عندنا القاعدتين بالأخضر فهذا السطح المنحاني فمن اللي نشرناها هرجع على شكل مستطي إذن هذا هو السطح المنحاني اللي هو كيمتل المساحة الجانبية ديال الأسطوان وذي اللونه بالأزرق ولونه بالأزرق كما قلنا السطح الذي يمثل المساحة الجانبية إذن اللونه بالأزرق ما طبيعته لاحظوا كده يراد السطح هذا كده يراد الشكل هذا عنده الطول وعنده العرض لأنه عبارة عن مستطير نكتبه مستطيل عبارة عن مستطيل أحسب قياس مساحته المساحة هذا المستطيل كنعرفو بأن المساحة المستطيل طول في العرض هنا عندنا عطونا العرض ولكن الطول ما عطونا كيف هش غادي نحدده فلاحظوا هاد القاعدة هادي فمليكا ندوره هاد المستطيل مليكا ندوره كيجي ضير على هاد القرص هذا يعني هاد طول منه هنا هي هاد دورة هادي بمعنى الطول هاد المستطيل هو المحيط هاد دائرة فهنا يخصنا نحسب المحيط دائرة 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 إذن الجواب دائرة السؤال الثاني ب ثانيا ب كما قلنا غادي نحسب محيط الدائرة اللي هي محيط القاعدة محيط القاعدة المحيط كالرمز لب المحيط محيط الدائرة كي سوي ثلاثة فاصلة أربعة عشر في القطر ثلاثة فاصلة أربعة عشر في القطر دي لديامتر القطر ثلاثة فاصلة أربعة عشر في القطر يساوي ثلاثة فاصلة أربعة عشر كم قياس القطر القطر دي لها الدائرة 4 سنتيمتر 3.14 في 4 سنتيمتر يساوي نقلنا 3.14 في 4 هي 12.56 12.56 سنتيمتر هذا محيط القاعدة تابع الله لقنا من هنا احتلنا 12.56 تابع نديره 12.56 في 7 سنتيمتر وقد لقى قياس المساحة الجانبية يعني دي لها المستطيل فالمساحة الجانبية كما قلنا هي محيط القاعدة محيط القاعدة في دربناها في 7 فهذا 7 هذا هو الارتفاع هذا 10 فمن اللي كان ندوره لاحظه من اللي كان ندوره هذا المستطيل على هذا الدائرة هذه فكي يعطينا هذا الأسطوانة يعني هذا النشر هذا قد يرده أسطوانة فهذا ضلح هذا من نحتلنا ليه ومن نحتلنا لأنه هو الارتفاع فالمساحة الجانبية دي الأسطوانة ومحيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة 12 10 فاصلة 56 سنتيمتر في الارتفاع 7 سنتيمتر ونجزل العملية 87 فاصلة 92 87 فاصلة 92 سنتيمتر مربع هذه المساحة الجانبية دي الأسطوانة القائمة سنرزعه ونكتبه هنا كما قلنا مساحة مساحة هذا السطح هذا اللي هي المساحة الجانبية كتساوي هذا الطرح اللي هو 12.56 سنتيمتر في 7 طول في العرض اللي هي 7 و 8 فاصلة 92 سنتيمتر مربع وهذا يعني بأن المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة في الارتفاع فهذه قاعدة كي يخصنا نعقل عليها المساحة الجانبية دي الأسطوانة القائمة كنحسبوه محيط القاعدة يعني محيط الدائرة وكنضربوها في الارتفاع أما كيفاش حسبنا محيط القاعدة فحسبناها في الورقة هذي كما لحتو محيط القاعدة 3.14 في القاطر القاطر 4 اللي هي 4 في 3.14 12.65 فحسبنا نكشير القناة ولنضربناها في 7 لقلنا 7 كتمتل الارتفاع فحصلنا على 87.92 سنتيمتر مربع لها مساحة هذا السطح وهي المساحة الجانبية ثانيا الشكل الجانب يمثل موشورا قائما هذا الشكل هذا عبارة عن موشور قائم قاعدته على شكل مثلثين متقايسين عنده قاعدتين مثلثين متقايسين أوجهه الجانبية مستطيلات لاحظوا الأوجه الجانبية دياله فهي مستطيلات كم عدد الأوجه الجانبية فهذا وجه وهذا وجه وهذا وجه ثانيا اتنا واحد جوج ثلاثة عدد الأوجه الجانبية ثلاثة أذكر جميع الأوجه ديال الأوجه اللي عندنا كين بي سي سي بريم بي بريم دياله الوجه اللول هو بي سي بي سي سي بريم بي بريم دياله الوجه اللول الوجه الثاني ثم الوجه الثالث ثلاثة ديال الأوجه أحرفه الجانبية متقايسة هذا حرف هذا حرف هذا حرف كلها متقايسة أذكر جميع الأحرف الجانبية الأحرف الجانبية لدينا بي بي بريم بي بي بريم كذلك السي سي بريم السي سي بريم وكذلك عندنا أ أبريم أبريم طول الأحرف الجانبية يسمى ارتفاع الموشور طول الأحرف الجانبية طول ديالا كي تسمى الارتفاع إذن عندنا أقول ارتفاع دي الموشور القائم الشكل التالي ثانيا الشكل التالي يمثل نشرا للموشور القائم هذا هو النشر ديال هذا الموشور القائم ولاحظوا النشر ثم ألونه بنفس اللون الأحرف المتقايسة أخذي اللونه بنفس اللون الأحرف المتقايسة إذن هذا الحرف هذا يقايس هذا الحرف يقايس هذا الحرف يقايس هذا الحرف هذا الأحرف الجانبية واحد جوج ثلاثة أربعة ولكن من اللي كي تسد الشكل اللي كنسدوا الشكل في هذا الحرف كي يجي لسق مع هذا الحرف إذن يبقى لدينا واحد جوج وهذا ثلاثة وهذا و هذاك اللي هو واحد ثلاثة إذن هذا يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا ثم بالأصفر السطح الذي يمثلелоる مساحة الجانبية إذن السطح الي كيمثللمساحة الجانبية فالمساحة الجانبية هي هاد المستطيلة اللي في الجنب هاد الوجوه الجانبي اللي هي عبارة عن مستطيلة عندنا كم من وجه جانبي عندنا واحد جوج ثلاثة هاد الول ثاني والثالث ثلاثة ديال وجوه جانبية هي عبارة عن مستطيلات متقايسة ديال مساحة الجانبية ما طبيعته طبيعة ديال هاد السطح اللي كي مثل المساحة الجانبية فكاللاحظة هو مجموعة ديال المستطيلات إن طبيعته هاد مستطيل مستطيل يتكون من ثلاثة ديال المستطيلات السؤال جيم أحسب قياس مساحته الكلية قرارتل في المساحة الكلية فالمساحة الكلية هي المساحة الجانبية يعني المساحة ديال الأوجه الجانبية زائد المساحة ديال القاعدتين القاعدتين عبارة عن марضلتين هذه قاعدة وهذه قاعدة مثلتين متقايسين إذا نحن نحسب المساحة ديال أوجه الجانبية ثلاثة ديال الأوجه الجانبية زائد مساحة القاعدتين فأول حاجة نحسب المساحة الجانبية المساحة الجانبية نحسبه أولا كما قلنا المساحة الجانبية المساحة الجانبية فالمساحة الجانبية كما سبق وأن رأينا إما كندير محيط القاعدة محيط القاعدة في الارتفاع أو لك نحسبوه المساحة لهذا الوجه زائد الزائد 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 تالت م sut الرهي خمسة في ماذا فملكا نسده هذا المشور القائم كي يجي هذا الضلع 5 في 13 5 في 13 المساحة للوحد الوجه زائد المساحة للهد الوجه 4 في 5 زائد المساحة للهد الوجه 5 دائما فملكا نسده كي يجي هذا منطبق مع هذا زائد 5 في 8 5 في 13 زائد 5 في 4 زائد 5 في 8 يساوي 125 سنتيمتر هي نفسها لدينا محيط القاعدة في الارتفاع لاحظوا محيط القاعدة اللي هي 8 زائد 4 زائد 13 محيط القاعدة في الارتفاع في 5 اللي هي 125 فقلنا محيط القاعدة القاعدة هنا عبارة على المثلات والمحيط دي المثلات هو مجموع قياس أضلع 8 زائد 13 زائد 4 كنضربه في الارتفاع الذي هو 5 فنحصل على 125 اللي هي المساحة الجانبية ده بعض ندني الله المساحة الجانبية ثم ثانيا كما قلنا نحسب المساحة الكلية المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين إذن كتساوي المساحة الثانية اللي هي المساحة الكلية هي المساحة الجانبية يعني 125 سنتيمتر مربع 125 سنتيمتر مربع زائد مساحة القاعدتين فالقاعدة عبارة عن المثلات ومساحة المثلات القاعدة في الارتفاع نعتبر هذه القاعدة وهذا الارتفاع الارتفاع الشحر 1.5 سنتيمتر إذن القاعدة 4 في 1.5 زائد مساحة القاعدتين يعني 2 في 4 سنتيمتر في 1.5 سنتيمتر يساوي دائما 125 سنتيمتر مربع زائد مساحة القاعدتين 4 في 1.5 6 سنتيمتر مربع في 2 إثناني 12 سنتيمتر مربع هذه مساحة القاعدتين مساحة قاعدة واحدة اللي هي 4 في 1.5 اللي هي 6 في 2 في جديد القاعدتين 12 سنتيمتر مربع واندر 125 زائد 12 5 6 7 2 3 1 دا 137 سنتيمتر مربع هي المساحة الكلية للمشور القاعد معارف وقاعد المساحة الجانبية لمشور قائم وأسطوان قائمة هي محيط القاعدة في الارتفاع إذن بهذه القاعدة كنحسبو المساحة الجانبية إما دي المشور القائمة أو الأسطوان القائمة كنحسبوه المحيط دي القاعدة محيط القاعدة كنضربوه في الارتفاع المساحة الكلية المشور إن قائمة أسطوان قائمة هي المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة وهي مساحة القاعدتين المعجم المساحة الكلية لاغ تطال المساحة الجانبية لاغ لاطغال وبهذا ننهي تعملين صفحة 128 نلتقي في الصفحة 129 أغضر